تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أعلنت وزارة الدفاع الروسي اليوم الأربعاء إصابة زعيم جبهة النصر أبو محمد أجولاني نتيجة ضربة جوية للطيران الروسي وفدت الوزارة بقتل 12 قيادياً ميدانياً من جبهة النصر في سوريا في عملية خاصة لوزارة الدفاع الروسية وأوضح الناطق باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف أن زعيم جبهة النصر أبو محمد أجولاني أصيب بجراح خطيرة وحالته الصحية حرجة أعلن قائد عمليات تحرير قضاء الحويجة في العراق عبد الأمير رشيد يارالله تحرير 35 قرية جديدة في طار عملية تحرير الحويجة من احتلال داعش جنوب غربي محافظة ترهوك وقال في بيان الله أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقطاعات عمليات شرق دجلة حررت 35 قرية وما زالت مستمرة بالتقدم نظم ألاف المسلمين مسيرة احتجاجية في العاصمة البريطانية لندن ضد تنظيم داعش الإرهابي وجماعات أخرى متطرفة بحسب ما ذكرت صحيفة بريطانية وفدت الصحيفة في نبأ لها بثته على موقعها الإلكتروني بأن المسيرة السلمية التي تم تنظيمها بالتزامن مع احتفال المسلمين بيوم عشوراء أعادت إلى الأثهان جميع من سقطوا ضحايا نتيجة إرهاب الجماعات المتطرفة أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم أمس أن الاتفاق النووي الإيراني يصب في صالح الولايات المتحدة ما يتعرض مع تلويح الرئيس ناد ترامب بالانسحاب منه ووصفه بالمعيب للبلاد وقال ماتيس إنه في حال التأكد من أن إيران تحترم الاتفاق وأن الاتفاق يصب في صالح الولايات المتحدة فمن المؤكد أنه يجب الحفاظ عليه قالت وزيرة الداخلية البريطانية أن التشفير الذي يستخدمه التطبيق واتساب يمكن المجرمين من الإفلات من العقاب وضفت أنها لا يمكن أن تقبل بأن تمكن شركات التقنية المجرمين من خرق القوانين وطلبت شركات التكنولوجيا العملاقة ببدل مزيد من الجهد والعمل بسرعة لمواجهة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت أكد الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم ولي عهد دبي أن دعم الشباب في العالم العربي ورعايتهم وفتح أبواب الأمل ومزيد من الفرص لهم وتعزيز الثقة بهم وتبني أفكارهم ومساعدتهم على تنفيذها وتطويرها على شكل مشروعات تكنولوجية تواكب التوجهات العالمية هو أفضل ضمانة لمستقبل مزدهر يحقق الرخاء للشعوب ويتيح للدول موقعا تنافسيا أفضل عالميا نهاية الموجز في أمان الله نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك شكرا